على حد علمي أنه فيه فرق كبير جداً بين المرض النفسي والمرض العقلي باختصار المريض النفسي بيبقى عنده مشاكل في شخصيته وطباعه وطريقة تعاملاته مع اللي حواليه بس هو مدرك كويس قوي في نفس الوقت كده هو بيعمل ايه؟ بيبقى مسؤول بشكل كامل عن كل تصرفاته ما ينفعش أن احنا نعفيه من المسؤولية لو عمل حاجة خلف الشرع أو القانون بس المريض العقلي أو زي ما بيقوله مريض في عقله هو اللي عنده خلل في وعيه وإدراكه ممكن يعمل أي جريمة وهو مش حاسس هو مش عارف وهو بيعمل ايه؟ زي الناس اللي بنشوفها ساعات في الشوارع مش يتكلم نفسها بيعملوا تصرفات ما ينفعش يعملها أي حد عائل عشان كده لو كان جوزك عندهم مرض نفسي يناهد زي ما أهلوا حاولوا أنهما يبرروا ويدلوا أعذار ما يدلوش أي عذر بكل اللي عملوا ولا يعفيه من المسؤولية لأن المريض النفسي حاجة والمجنون أو اللي فاقد عقله حاجة تانية خالص دي أكبر غلطة أنت يوقعتي فيها لما جوزك تقفش أول مرة هو عمال يتجسس ويبص على الستات وبنات الجيران بيبص عليهم من الشبابيك ومن فوق السطوح إيه ده؟ كان لازم ساعتها تشوفي دكتور نفسي تسأليه تفهمي منه؟ اللي حصل ده ممكن يكون حصل فعلا غصبا عنه؟ واللي هو فعلا مريض نفسي ويعلاجه ونعمله إيه؟ ما كنتش ترجعي لما تتطمني إن فيه دكتور بيعلجه وبيتابع معاه بس اللي حصل إن أهله عارفوا يؤثروا عليكي يبتزوكي عاطفيا أنت وأهلك بكلامي بين إن فيه رحمة وبيستعطفوكي ودي النتيجة رجع تاني لأفعله مع مين بقى؟ مع أختك اللي هي المفروض في حكم أخته أصلا ما تجزلوش وانتي على زمته ما رعاش بقى لناسب ولا عشرة عمل معها زي ما عمل مع الغريب من شباك الحمام مسافر أو رايح حتة بعيدة عشان يتفرج عليها وييجي لما تكشف عمل إيه؟ حاولي قلب عليك أنت تتربيزة تهمك في شرفك وعرضك عشان يعمل إيه؟ بيجبرك إنك تسكتي ويسويكي بيه؟ مايبقاش حد أحسن من حد خلاص الروس تساوت طبعا كل كلامي ده في حالة إن القصة اللي حكتيها حقيقية بنسبة 100% وزي ما دايما بنقوله وزي ما بيقوله أنا دايما بنسمع من طرف واحد والعهدى على الراوي أنا عارفة إن الموضوع ده صعب جدا بس كمان واضح إن أنت قلتي في رسالتك إن كان في جيران شاهدين على جوزك ده غير كاميرات المرأبة وإنها عملها كذا مرة وكان فيه وقعة سبق قبل كده واتمسك فيها وأهل البلد حكموا عليه وهجروا فبكل سهولة تقدري تلجأي ليهم تطلبي إنهما يشهدوا معاك ما اعتقدش إن حد عنده الصفات دي جيتها مراته كمان في عرضها ومش مراوعي أي حاجة عشان يهرب من مسؤولية يبقى شخص يؤتمن هو لا يؤتمن خسارة فيه أي شفقة أو طيبة لأن الطيبة والرحمة مع غير أهلها أو مع غير اللي يستهلها سازاجة ونرجع نلوم نفسنا وسمعتي كمان معايا نصائح ريها مل هواري في الفقرة اللي فاتت هستنى منك رسالة تطمينيني فيها عملتي وربي يرجعلك حتى ولو جزء بسيط من حقك أنا عارفة إنه ده مش هيرجع اللي فات أو مايرضكيش ده هو أقل حاجة تقدملك أني تاخدي حقوقك وتربي عيالك بأمان وشرف وتبقي رافع راسك مش عارفة أقولك إيه أنا صعبة 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 مش عارفة جزء اختك رد فعلي قوي مش عارفة أمامتك حسب إيه أختك حسب إيه ولما تتحكي القصة دي قدام العيال في يوم الأيام وتبقى معروفة في العيلة كارثة هطلب من كل الناس اللي بيتفرجوا معنا يبعتوا لنا كل قصصهم بس أهم حاجة تكون قصة حقيقية باي باي